لما قلت لك انه هو تاريخيا وواقعيا مصر دايما هي الصخرة اللي تتحطم عليها اي اخطار داهمة تتعلق بالعرب طول الوقت بعض الناس كانت تشكك في ذلك الا انه لما تيجي تشوف المشهد على مدار السبعة واربعين يوم اللي فاته هتكتشف انه عمليا مصر قادت هذا المشهد بمنتهى البراعة هذا المشهد اللي كان متعلق بالمساعدات الانسانية الاهلينة في فلسطين هذا المشهد اللي متعلق بمنع والحيلولة الكاملة دون التهجير القصري للفلسطينيين خارج الاراضي الفلسطينية الى اي بقع من بقاع الارض هذا المشهد الذي كان متعلقا بضرورة ان احنا نصل الى هدنة انسانية على الاراضي الفلسطينية لاجل الشعب الفلسطيني اولا وقبل اي شيء هذا المشهد المتعلق بالحصول على اعترافات دولية أو تصريحات دولية سواء إذا كان من الجوانب الأوروبية أو من الجانب الأمريكي بربض التهجير القصري بل والحديث يعود مرة تانية لحل الدولتين ده اللي أمد بمصر بالمناسبة وأقدر أقول لك ده اللي أمد بمصر بطلها مساعدة طفيفة من هنا من هناك مصر بطلها لوحدها ليه؟ لأنه مصر تقدر على كده وعلى أكتر من كده بكتير